مساءكم خيش زي ما اتفقنا وزي ما احنا بنجتهد و بنحاول و متهيالي الواحد كل ما بيكبر و يزيد في الوعي مش في السن بيكتشف كده انه بيعرف يرتب اولوياته ومهما اختلفت الاولويات فيه نصيب كده للفرجة و للمشاهدة و للاستمتاع بجرعات اكتر وبنبقى منظمين يومنا حتى ووقتنا و المشغول فينا بيبقى عامل حسابه وعايز يختار هيتفرج على ايه من اول الشهر الكريم ويبقى عارف ان دي بتاعتي ودي اللي هحجز لها المعاد ومهما زادت منافسة المنصات للمشاهدة التلفزيونية بتفضل كده فيه حاجات و قنوات لا اعايز شوفها و احنا محظوظين بقى انه القناة الاولى بتعود وعادة لرونقها و تقلقها ففي شهر رمضان شاشة القناة الاولى هكون عليها مجموعة مميزة من البرامج و من المسلسلات تخلينا مش بس نرجع لاجواء الشهر الكريم لكن كمان نرجع لكتير من الزكريات و كلمة نرجع دي مش بقولها ان احنا معناها هنعيد كل حاجة زي زمان لكن بالعكس بنجدد ونطور لكن يكفي ان اقولك انه كمان اه في شهر رمضان نهار شاشة القناة الاولى حاجزا لك المساحة اللي انت تعودت عليها بتاعة صباح الخير يا مصر و البداية المبهجة لليوم و اللي بيبتدي يومه بدري في رمضان و فاكر نفسه الواحد دولا افتح اتفرج على زمان ما فيه صباح الخير يا مصر بيبتدوا معنا بدري و من 8 ل 9 و نص بيكون صباح الخير يا مصر فيما موجود في موعيد اقل شوية من 7 ل 10 في الموعيد العادية بعد كده بقى من ضمن برضو الحاجات اللي بنستناها كل سنة ارض المجددين لدكتور علي جمع هتكون موجودة معانا على شاشة القناة الاولى انا بسرعة عايزة اجري معاكو في اهم البرامج والمسلسلات اللي موجودة على الشاشة اكلة امي البرنامج الجميل اللي حقق نجاح و ما زال مستمر على مدار السنة موجود كمان معانا في شهر رمضان و زي ما اتفقنا و هنوصي كده احنا عادينا اكلات برضو تشبهنا و اكلات على قد ايدينا و اكلات على قد الظروف الاقتصادية هيكون فيه المواجيز في موعدها المعتادة و كمان برنامج لغة المساجد للسنة التانية و برنامج ولا تعسر واستع تلاتة و ربع برنامج ديني متميز المسلسلات بقى تبتدي العرض الاول للمسلسلات طبعا في اعادات على مدار اليوم لكن العرض الاول للمسلسلات بدءا من الساعة اربعة مسلسل ملف سري و شاشة القناة الاولى عندنا سنة دي تلات مسلسلات مهمين خلوني يعني اروح معاكو كده في جولة في المسلسلات اللي على شاشة القناة الاولى و اللي هتلاقيها في مواعيد مميزة سهل التابعها اولا ملف سري ساعة اربعة بطولة النجم الكبير هاني سلامة و مجموعة كبيرة من الفنانين و النجوم المسلسل التاني الساعة سبعة و عارفين بردو القناة الاولى الساعة سبعة يعني مسلسل فمحافظين على العادة والتقليد ده بمسلسل راجعين يا هوى اللي ده ترايلر ملف سري خلص خلونا ندول وقته كده وبعدين خلونا نشوف كمان بقية البرامج اللي معانا معانا بقى برنامج متميز لصديق متميز وبرنامج عجبتني جدا فكرته ده ترايلر راجعين يا هوى راجعين يا هوى بطولة الفنان الكبير خالد النبوي الساعة سبعة على شاشة القناة الاولى اللي فارق جدا و المميز جدا و اللي احنا ملاحظينه في كل البروموهات بتاعة المسلسلات السنة دي انه احنا عندنا طاقات ابداعية عظيمة في كل ما يخص الديكور والصورة و حاجة عظمة القصة بتحكم لما نتفرج لكن انت تقدر تحكم كده من البرومو انك شايف صورة حلوة و شايف صناعة حلوة و صناعة بتتطور وبتندج اذا صح التعبير مسلسل الثالث ساعة و نص انا عاجبيني الموعيد و حاسة انه الموعيد لذيذة جدا للمتابعة مسلسل الثالث هو مسلسل يوترن للنجمة ريهام حجاج الساعة عشرة و نص يوترن الساعة و نص على شاشة القناة الاولى دي موعيد مسلسلتنا عايزة ارجع معاكم تاني للبرامج زي ما كل بقوله حضراتكو كده ساعة خمسة و نص بعد الفطار على طول لا قبل الفطار على طول شباب عصر النبوة لصديقنا العزيز والزميل رامي محمود و رامي بيقدم محتوى مختلف على دمانتي لانه فكرة انك تفكر دور الشباب في تغيير المجتمع و دور الشباب في فترة مميزة جدا من تاريخ الحضارة الاسلامية رامي انا متوقع السنة دي انه اقدم لنا حاجة حلوة و برضو هنحازل الصورة و برضو هقولكو هتشوفوا صورة حلوة و هتشوفوا اماكن حلوة هتشوفوا موضوعات حلوة و منظور جديد انه المشاركة الحقيقية للشباب معنا كمان النشرة الستة في معادها سكايدايفينج الساعة ستة و تلت اللي سيبها بقى للاخر اوه برنامج التاسعة هنبدل موجودين مع حضراتكم هنكون من الساعة تسعة لحد عشر و نص كل يوم هنكون معاكم في معادنا المعتاد الرياضة موجودة في معادها المعتاد الساعة 12 لكن خلوني ابتدي او اختم بقى بالفكهة اللي احنا كانت وحشانة ورجعت لنا السنة السنة دي او هيفضل واحد من علامات رمضان برنامج حكاوي الاهوي وحكاوي الاهوي واحد من البرامج اللي ينفع تقول اه بدور عليه على مصبيره زمان بدور عليه على اليوتيوب زيه زي الفوزير وزيه زي الف ليلة وليلة سنة دي حكاوي الاهوي الشركة المتحدة بالتعاون مع التلفزيون المصري رجعت لنا حكاوي الاهوي اللي واحد نقدر نقول عليه واحد من او جزء من تاريخنا ومن ميراثنا اي حد اي مزيع في الدنيا كان يقولك انا اتعلمت من حكاوي الاهوي اتعلمت من البساطة والجمال واللزازة اتعلمت من الخفة والقرب للناس واي مزيع في الدنيا كان يتمنى يعمل حكاوي الاهوي لكن ما حدش كان يعرف ينافس في المساحة دي الا من ورث شيئا من هذه الخفة واللطاصة والبساطة كمان الاعلامية الزميلة الجميلة رشا الجمال اللي بترجع السنة دي لاحياء تراث الولدة العظيمة ببرنامج حكاوي الاهوي اشتركوا في القناة